العديدات الأرجل لذبرية ما هذا؟ أوراق الشجر تتحرك ماذا بك؟ انظر يا أخي إن ورق الشجر المتساقط يسير على الأرض انتظري يا فاطمة سأتابع الأمر بنفسي آه لقد فهمت انظري يوجد أسفلها هذا الحيوان آه ما هذا الحيوان؟ وما كل هذه الأرجل؟ إنه نوع من عديدات الأرجل تسمى ذوات الأرجل الألف وهي حيوانات أجسامها رفيعة وطويلة مقسمة إلى عقل كما تشاهدين وتحتوي كل عقلة على زوجين من الزوائد المفصلية وهي حيوانات بطيئة الحركة انظر لقد اختلف شكله يبدو أنه خائف مننا نعم حيث تفرز سائلا من فمها يحول أوراق النباتات إلى عصارة ثم تأكلها أعتقد أن أم أربعة وأربعين تنتمي أيضا إلى عديدات الأرجل أليس كذلك؟ بلا، ولكنها من ذوات الأرجل المئة لإحتواء كل عقلة منها على زوج واحد من الزوائد المفصلية وهي حيوانات سريعة الحركة وهل تتغذى ذوات الأرجل المئة على النباتات مثل ذوات الأرجل الألف؟ لا، فهي حيوانات مفترسة تتغذى على الحشرات الأقل حجما منها حيث تقوم بقتل فريستها باستخدام السم أيمثل سمها خطرا على الإنسان؟ نعم فهي قد تكون قاتلة بالنسبة للأطفال وكبار السن أو قد ينتج عنها ورم في مكان اللسع كالورم الناتج عن لسعة النحلة أذكر أني رأيت أم أربعة وأربعين ذات ليلة في مزرعة جدي نعم فهي لا تخرج للصيد إلا في الليل لأنها في النهار تصاب بالجفاف الشديد الذي قد يؤدي إلى وفاتها كما أنها تفضل العيش في الأماكن الرطبة شكرا لك يا أخي على هذه المعلومات سأذهب لأخبر أمي بما تعلمته حسنا وأنا سأقوم بتلخيص ما تعلمناه اليوم يمكننا تلخيص ما تعلمناه اليوم فيما يلي عديدات الأرجل هي حيوانات أجسامها رفيعة وطويلة مقسمة إلى عقل ومن أمثلتها ذوات الأرجل المئة وتحتوي كل عقلة منها على زوج من الزوائد المفصلية مثل أمي أربعة وأربعين ذوات الأرجل الألف تحتوي كل عقلة منها على زوجين من الزوائد المفصلية مثل الدودة الألفية تحتوي كل عقلة من الزوائد المفصلية اشتركوا في القناة